بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الحمد لله وأصلي وأسلم على سيدي وحبيبي رسول الله وآله وصحبه وموالاه أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يعيننا وأسأله سبحانه أن يشرح صدورنا إنه على ما نسأله قدير وبعباده لطيف خبير أما بعد أحبابنا الكرام إخوة الإيمان والإسلام يقول الله تعالى والفجر وليال عشر والشفع والوتر وأخرج الإمام أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعني أيام العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء أحبابنا الكرام الله سبحانه وتعالى أقسم بالفجر وليال عشر والله تعالى والليالي التي أقسم الله عز وجل بها هي ليالي أيام العشر الأول من ذي الحجة والشفع هو يوم النحر الذي هو يوم الحج الأكبر عيد الأضحى والوتر هو يوم عرفة كما ذهب إلى هذا كثير من أهل التفسير وجاء عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفضل أيام الدنيا العشر يعني عشر ذي الحجة رواه البزار بإسناد حسن كما قال الحافظ المنذري في كتابه الترغيب والترهيب وقد دلت الأحاديث على أن العمل الصالح في أيام العشر الأول من ذي الحجة أحب إلى الله تعالى من العمل في أيام غيره من السنة فعمل البر والإحسان فيها يزيد على ما سواه والأعمال الصالحة تزكو عند الله أكثر مما إذا عملت في غيرها لماذا؟ قال الحافظ بن حجر في شرح البخاري والذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة لمكان اجتماع أمهات العبادة فيه وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج ولا يتأتى ذلك في غيره معناه في هذه الأيام العشر الأول تجتمع أمهات العبادة الصلاة الصيام صيام التطوع الصدقة بأنواعها والحج فتجتمع أمهات العبادة في هذه الأيام العشر الأول وقد أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى العمل الصالح في هذه الأيام وقد روي في خصوص صيام أيامه وقيام لياليه وكثرة الذكر فيه أحاديث وآثار ففي مسند الإمام أحمد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من أيام أعظم عند الله تعالى ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه الأيام العشر فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد لذلك يقول الإمام البخاري في كتابه الجامع الصحيح وقال ابن عباس ويذكر اسم الله في أيام معلومات أيام العشر الأيام المعلومات التي جاء ذكرها في القرآن وفيها الحس على الإكثار من ذكر الله ومن الطاعات هي أيام العشر ويذكر اسم الله في أيام معلومات أيام العشر قال أي ابن عباس والأيام المعدودات أيام التشريق أما الأيام المعدودات التي جاء ذكرها في القرآن أيضا في قوله تعالى واذكر الله في أيام معدودات هي أيام التشريق التي بعد العيد قال البخاري وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما معناه ينبغي منا في هذه الأيام العشر أن نكسر من ذكر الله سبحانه وتعالى أن نكسر من التسبيح من التهليل من التكبير من التحميد من الاستغفار كما جاء ذلك في عدة أحاديث في الحس على ذلك كذلك مما ينبغي أن نعلمه أن أفضل أيام العشر بل أفضل أيام العام هو يوم عرفة يوم التاسع من ذي الحجة فقد روى ابن حبان في صحيحه من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفضل الأيام يوم عرفة وهو يوم عيد للمسلمين فقد روى البخاري ومسلم واللفظ للبخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال له يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا قال أي آية قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا قال عمر قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم جمعة لما لهذا اليوم من منزل عند الله رب العالمين وفي بعض الروايات قال عمر نزلت في يوم جمعة ويوم عرفة وكلاهما بحمد الله لنا عيد وقال ابن عباس فإنها نزلت في يوم عيدين في يوم الجمعة ويوم عرفة رواه الترمذي وغيره أحبابنا الكرام يوم عرفة يوم عظيم وله شأن عند الله رب العالمين وجاء في فضل يوم عرفة أحاديث كثيرة منها ما رواه مسلم في الصحيح عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة وأخرج مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما رؤي الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيض منه في يوم عرفة وما ذاك إلا لما يرى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام إلا ما أري يوم بدر قيل وما رأى يوم بدر يا رسول الله قال أما إنه قد رأى جبريل يزع الملائكة أن يرتبهم ويسويهم ويصفهم للحرب وفي موطأ مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفضل الدعاء أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحبابنا الكرام يستحب صيام يوم عرفة لغير الحاج فقد روى مسلم عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أنه قال وسئل أي رسول الله عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية وأما بالنسبة للحاج أي الذي يقف على العرفات فلا يصوم فقد ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف مفتراء والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم يستحبون الإفطار بعرفة ليتقوى به الرجل على الدعاء نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح ذات بيننا وأن يؤلف بين قلوبنا وأن يوحد صفوفنا وأن يجمع شملنا وأن يرفع رايتنا إنه سبحانه على ما نسأله قدير وبعباده لطيف خبير